السلام عليكم يا شباب بفيديو جديد انجاز جديد وخريطة جديدة معنا في التحديث الجديد بس قبل ما نتكلم عن الانجاز والخريطة نازل رسمي من شركة بابجو موبايل ان خريطة سانتوريني اللي هي 8 ضد 8 هتتحزف من اللعبة في التحديث اللي جاي نازل على صفحة بابجو موبايل الرسمية على تويتر تغريدة بتقول لا نفتقد الأشياء اللي بعد رحيلها وكاد قارب نهاية سانتوريني معناها ان خريطة سانتوريني هتتحزف من اللعبة والانجاز بتاعها هيتحزف فاللغاية دلوقتي ملعبش خريطة سانتوريني او خلص الانجاز بتاعها هيدخل على الانجازات ويقدر يخلص الانجاز دلوقتي قبل ما الخريطة تتحزف الانجاز ساحل وبسيط بيطلب منك انك بتالك خريطة المستوضع 8 ضد 8 والجيب 200 كل مجرد ما تجيب 200 كل هيتحزف معاك الانجاز ويجيلك 10 نقط وفي ايفنت كمان موجود بخصوص خريطة سانتوريني موجود معنا لغاية 15 ثلاثة لو لعبت 30 جيب هيجيلك اسكان كومبيلت السموك اسكان كومبيلت السموك ده خاص بمود سبيدر ماند تقدر تجيبه دلوقتي عن طريق انك تلعب 30 جيب فاخر فرصة دلوقتي بالنسبة لما خلصت الانجاز 8 ضد 8 تقدر تخلصه دلوقتي قبل ما الخريطة تتحزف وكمان تقدر تجيب اسكان كومبيلت السموك فبالنسبة للتحديث الجديد وإيه المود اللي هيكون معنا بدل خريطة سانتوريني هينزل معنا في التحديث الجديد مود مستوضع بس مود المستوضع ده هيبقى مختلف هيبقى عليه إنجاز جديد طبعا تقدر تخلصه في المود لكن المود نفسه هيتلعب في خريطة إرانجل المستوضع الجديد أو المود اللي هيكون معنا موجود باسم مود الاعتداء المود ده تقدر تلعبه في خريطة إرانجل عبارة عن جيم كلاسيك بيكون 4 ضد 4 لكن الفكرة في المود انه بيكون موجود في خريطة إرانجل عبارة عن ان انت بتنزل في مكان عشوائي ممكن مثلا تنزل في البوشنكي تنزل في المطار اي مكان عشوائي في خريطة ديرنجل بيكون عبارة عن مستودع اربعة ضد اربعة نفس المستودع العادي المهم انه هو نفس فكرة التدي ام العادي لكن في خريطة ديرنجل وبس كده هينزل مع انجاز جديد نقدر تخلصه في التحديث اللي جاي وكده وصلنا لنهاية الفيديو لو عجبك الفيديو متساش تعمل لايك ولو مش مشترك اشترك عشان يوصل لك الفيديوهات الجديدة اشتركوا في القناة